شددت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على أهمية توعية المواطنين بمفهوم تنمية المستدامة وكيفية تطبيقه من خلال الممارسات اليومية وتأسيس النشئ عليها وخلال لقائها المنصقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا والممثل المقيم للأمم المتحدة كاستشاري دولي في مجال التنمية أنطونيو فيجلانسي أشارت تأفؤاد إلى تجربة الوزارة في قرية صفت طراب لتحولها لقرية مستدامة كنموذج تجريبي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشددت على أهمية دمج المجتمع المحلي كشريك في مشروعات المناخ وتدريبه على إدارة المستدامة للموارد الطبعية من جانبها أكدت المنصقة المقيمة للأمم المتحدة سعي المنظمة لاستفادة من الخبراء للوصول لأنسب الطرق لمواكبة احتياجات الدول والطبيعتها ومنها التعاون مع مصرف في تنفيذ مبادرة حياة كريمة هذا وأشهد فيجلانسي بالمشروع التجريبي لوزارة البيئة بصفت طراب مطالبا بتكرار التجربة بقرى أخرى وعلى نطاق أوسع